ما هو الأدرينالين هرمون الأدرينالين بالإنجليزية أدرينالين يعرف أيضا باسم هرمون الكر والفر حيث إنه يجعل ضربات القلب أسرع ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات ويساعد الجسم على حرق السكر بسرعة ليتم استهلاكه كطاقة ويعتبر الأدرينالين ناقلا عصبيا للغدة الكذارية التي تفرزه عند تعرض الشخص لأزمة أو توطر أو خوف وبالتالي يحفز هذا الهرمون القلب لزيادة الخفقان بشكل أسرع ويزيد أيضا من يقضة العقل ويحدث تغييرات أخرى لإعداد الجسم لحالة الطوارئ إذ إنه يعد منبهها للدماغ يحفز الأدرينالين الجسم للدفاع عن نفسه في وضع الخطر الذي قد يواجهه حيث تنحرف أحيانا الممرات الهوائية لتوفر الأكسجين للعضلات التي تحتاجها للتصدي للخطر أو للهرب منها ويمكن أيضا أن يقلص الأدرينالين حجم الأوعية الدموية لتوجيه الدم إلى العضلات الرئيسية مثل عضلة القلب والرئتين ويمكن أن يزيد الأدرينالين قوة الجسم ومستوى الآداء ومقدار الانتباه في الأوقات الصعبة ويستمر تأثيره بعد زوال الأثار من التوتر لمدة تصل إلى ساعة من الجدير بالذكر أنه من الحالات التي يزيد فيها إنتاج الأدرينالين هي عندما يكون لدى الفرد أو رام على الغدة الكذرية فينتج عنها زيادة في هرمون الأدرينالين مما يزيد الشعور بالقلق وفقدان الوزن وزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والشعور بالدوخة وغباش في الرؤية وزيادة إفراز الغلوكوز كيف يمكنك التحكم بإفرازات مستوى الأدرينالين؟ يمكن التحكم في الجسم من خلال التقليل من مستويات الإجهاد والتوتر أخذ قسط كاف من النوم على الأقل من 7 إلى 8 ساعات في الليل حيث إن الشعور بالإرهاق بسبب قلة النوم يزيد من مستويات التوتر تجنب تناول السكريات المضافة والدهون المشبعة الدهون المشبعة والدقيق الأبيض حيث إن هذه الأطعمة غير الصحية من الممكن أن تضغط على الجسم وتجعل مواجهة الضغوطات الحياتية من الأمور الصعبة لذا يفضل تناول الأطعمة التي تغذي الجسم مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات ممارسة التنفس العميق الذي يساعد على استرخاء الجسم والعقل خلال أوقات التوتر وذلك من خلال القيام بالشهيق ببطء من الأنف لخمسة ثوان ثم الزفير من الأنف لمدة خمسة ثوان أيضا والاستمرار على ذلك حتى يزول التوتر وتسترخي العضلات استخدامات دواء الأدرينالين هناك عدة استخدامات لدواء الأدرينالين ومنها علاج الحساسية خلال جراحة العيون وعند توقف القلب عن الخفقان